صباح الخير مرة جديدة ومكملين معكم بفقرات دنيا دنيا واليوم رح نتحدث مع المدرسة الأنتونية اللي رح يجيوبونا الصبايا هون عن أكثر الأسئلة الشائعة اللي أحياناً نسألها وحبين نعرف جوابها الحقيقي ومعنا وضيوفنا بيئة الستوديو أستاذة نتالي سهاوني وحضرتك الممثلة الإعلامية وأيضاً أستاذة في المدرسة الأنتونية وأيضاً أستاذة آسيا يمزش مسؤولة إدارية بقسم اللغة الإنجليزية أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم يعني عادة هناك كثير من الأسئلة اللي تطرح على المدرسة الأنتونية وربما أحد هذه الأسئلة الأكثر شيوعاً هي إنه ليش تعتوا حصة واحدة بالأسبوع؟ ليه ما تعتوا أكثر من حصة؟ ويعني إذا كان فيه أكثر من حصة ممكن يكون فيه استفادة أكثر آسيا حدثينا ليه بس بتعتوا حصة واحدة بالأسبوع؟ أكيد هلا إحنا بالمدرسة الأنتونية صراحة ما منعطي حصة واحدة بالأسبوع إحنا عنا ثلاثة أنواع من الحصص نعم الحصة الأولى اسمها الحصة الرئيسية مدتها ثلاث ساعات هاي الحصة يتم التطرق فيها لشرح المادة بالإضافة لشرح المعاني الثقافية الخاصة بهاي المادة هذا النوع الأول من الحصص الحصة الثانية اللي هي حصة اللهجة هاي فيها من طالب لطالبين بعتمد حسب مستوى الطالب وبرضو مدتها ساعة هاي الحصة مندرب فيها الطالب كيف يلفز الأصوات بالطريقة الصحية ويطلعها من المخرج الصحيح برضو بيطبق فيها المادة اللي تم أخذها بالحصة الرئيسية النوع الثالث من الحصة اللي هي حصة الconversation أو حصة اللي هي المحادثة عدد الطلاب من طالب لسبعة برضو بعتمد على مستوياتهم من ساعات من ساعة لساعتين عدد الساعات من ساعة لساعتين يتم فيها التحدث فقط باللغة الإنجليزية ما منتطرق أبدا للغة العربية نحكي فيها المادة منطبق المادة اللي أخذناها بالحصة الرئيسية واللي مارسنا لهجتها بحصة الأكسنت منطبقها بحصة المحادثة فبالتالي بتقدري تحكي أنه هدولة الثلاثة أنواع من الحصص أي شعبة بتفتح بالمدرسة الأنتونية بخصصولها الثلاثة أسادة مخصصين بس مسؤولين عن هاي الشعبة بحصة رئيسية حصة أكسنت وحصة الconversation وبرضو حاب أنوه برضو للواجب اليومي اللي إحنا عنا بالمدرسة الأنتونية طبعا في عنا أنواع واجبات اللي هي الواجب الصوتي الواجب السماعي الواجب الكتابي فبتقدر تحكي الحصص بأنواعها والواجبات بأنواعها هاي غبارة عن منظومة كاملة تقدر تخلي الطالب يطلع يفهم ويحكي الإنجليزي زي كأنه مولود بأمريكا نعم طب اليوم نتالي يعني منقدر هيكي ربما نتحدث بتفصيل عن المدرسة الأنتونية نتحدث منقدر نزور المدرسة هل هناك في ربما محاضرات توعوية تتحدثنا أكثر عن المدرسة الأنتونية؟ أكيد يعني مبدئيا أهلا وسهلا بأي حدا حابب يزور المدرسة الأنتونية بالعكس إحنا منتشرف ومنكبر بزيارتكم إلنا هلأ إحنا في عنا ورشات تعريفية أسبوعية مدتها ساعتين بالورشة التعريفية إحنا منشرح بالتفصيل كيف الطريقة الأنتونية حلت مشكلة تعلم اللغاء الإنجليزية والمدة المطلوبة لتعلم اللغاء وبرضه منعرض نتائج طلابنا على أرض الواقع وبيضوي الورشات التعريفية ما فيها كتير جمود بالعكس يعني ويهف كافي بريكس ويهف سناكس يعني مشان تتعرفوا علينا ونتعرف عليكم وبرضه في عنا خدمة مجتمعية واللي هي الجلسة الاستشارية الخاصة هاي الجلسة الاستشارية الخاصة بتكون مع خبير استشاري بتكون هي عادة فردية مشان الواحد يأخذ راحته بالحكي أكتر ونجاوب على جميع الاستفسارات بس حابب أن نوح على شغلة إنه الجلسات الاستشارية مش بس مرتبطة بالورشات التعريفية بالعكس تقدروا تواصلوا معنا أي وقت وتحجزوا جلستكم الاستشارية الخاصة نعم يعني هذه كمان معلومات جديدة لكل اللي بتابعونا عن المدرسة الأنتونية هل ملزمين بيدفع يعني رسوم التشجيل وقيمة الدورة مقدما هل هناك نظام تقسيط آسيا حلو المدرسة الأنتونية بتراعي أكيد هذا الإشي وبتسعى جاهدة أنه تخلي المجتمع يخلص من عقدة اللغة الإنجليزية فأكيد درست هذا الموضوع بكل دقة وطرحت ثلاث خيارات خصوصا إنه الإنجليزي زي ما بتعرفي إنه بطل من مكملات الحياة صار مقومات الحياة صحيح فصار في عنا ثلاث خيارات الخيار الأول اللي هو خيار التمويل عن طريق المدرسة الأنتونية بقدر تطالب إنه يقصد الدورة على مدتها الخيار الثاني اللي هو إنه يدفع قيمة الدورة قبل ما تبلش هذا الخيار الثاني والخيار الثالث اللي هو التقسيط عن طريق البنوك ولله الحمد تقدر تحكي المدرسة الأنتونية هلأ معتمدة لدى معظم بنوك الأردن فبيقدر الطالب إنه يقصد قيمة الدورة من سنة إلى سنتين فحسب هو اللي بيحبه نعم تمام إذن إحنا رح نتابع هذا الفيديو أيضا اللي كمان بشرح لنا أكثر خلونا نتابع هذا فيلم على الأغلب رح تحضره وتسمع لهجة أهل البلد بتمر عليها مرور الكرام أو تقدر أنك تفكر باللغة الإنجليزية وتاخدها معك بتكون صغيرة بتكبرها بتسافر فيها وبتمثل فيها وبصير جغلك كله منها وبصير جزء منك لأنك دكي وما ضيعت الفرصة وما أحضرت الفيلم زيك زي غيرك مع المدرسة الأنتونية صرت بتقدر تأمن مستقبلك وتحكي الإنجليزي زي الأفلام سجل مع المدرسة الأنتونية ولا تاكل هم الدفع صار بإمكانك تقصت عن طريق البنوك التالية لمدة سنة أو سنتين بدون فوائد المدرسة الأنتونية أفضل مدرسة لتعليم اللغات في الكون يعني رائع جدا يعني أنتوا عن جد شرحتوننا بشكل سريع كيف اليوم ممكن الواحد والشباب والصبايا يستفيدوا من التقصيد بحيث أنه إذا أدروا أو حبوا أنهم يقصتوا إلى الدورة طب نتالي يعني عندكم خصومات أخرى إذا كان في عائلة إذا اليوم تحمست أنا وأختي إذا حدا تحمسه وأخوه وأخته أو حدا من العائلة هل هناك خصومات معينة؟ يعني إحنا هدفنا الكل يتحمس مبدعيا أصلا هلا أكيد إحنا في عنا أكتر من نوع من الخصومات بالمدرسة الأنتونية يعني بتلاقي في عنا شعب بيكون أغلبها عائلات فبيكون أم وولادها الأب وولاده فأكيد بيكون في لهم خصم خاص وبرضه في عنا خصم خاص للأخوة وبتختلف نسبة الخصم كل ما زاد العدد وبرضه في عنا خصم واللي هو خلينا نحكي خصم الشلة لم يكونوا جايين صحاب وحبين يتعلموا اللغة الإنجليزية مع بعض فإحنا أكيد منحط هذا الإشي بين الاعتبار يعني إحنا بالنهاية بدنا فعليا الكل يأتي يزورنا بالمدرسة الأنتونية مشان يشوف الأجواء اللي عندنا مشان يشوفوا كيف جد المدرسة الأنتونية رح تعمل فرق ضخم بحياة الواحد وطبعا باللغة تحديدا خلينا نحكي نعم أسيا كيف بتشوف ردود فعل الطلاب والطالبات إش يعني من خلال تجربتكم بالمدرسة الأنتونية هل بتحس الإقبال من الشباب ولا بتحس أيضا هناك أشخاص يعني بعمر بالمتوسط العمر أو مثلا ربما فوق الأربعين والخمسين كمان حابين أنهم يتعلموا حلو أهلا أشوفي بالمدرسة الأنتونية مر عليها جميع الفئات من فئة الصغار فئة الشباب فئة الموظفين وفئة الكبر أكيد في عنا من كل الفئات وكل فئة بتحس إلها ميزة معينة سواء أطفال صغار أو سواء اللي هي الشباب أو الموظفين بس تقدري تحكي إحنا الموظفين شباب أكتر شوي نتفي بحكم إنه لشغله أو بده يجهز حاله قبل ما يتخرج من الجامعة مشان الشغل and so on وبرضو في عنا الفئة اللي هي الفئة بديش أحكي لهم الكبار بالعمر بس هدول الفئة بيحبوا إنهم يشتغلوا على حالهم يزيدوا قيمة نفسهم باللغة الإنجليزية بسبب مثلا بيكون صار معهم زرف من قبل صار معهم موقف من قبل فخلا إنه يشوف الإنجليزي كعقدة فبيجي عنا وبيبلش تتعلم وجدا بيبدعوا بالنسبة للردود فعل الطلاب والله الحمد تقدري تحكي إنه كل الطلاب يشوفوا المدرسة الأنتونية بيتهم الثاني بنبسلوا كتير بس يجوا بيضلهم يحكونا إنتوا عندكم الفايبس دائما إيجابية بنترك كل همومنا منيجي عندكم قد ما إحنا ما نكون مبسوطين وإحنا جاينا على هذه المدرسة يعني هي تجربة كاملة يعني زي ما قلت لكم كنت تحت الله هو يعني أنا دائما بحس أنه هيك في ثقافة أنتم مجتمعين فيها ومتفقين عليها وجميلة جدا وتظهر صحيح من خلال المقابلات ومن خلال التعامل معكم نتالي اليوم حكيتي عن حكيتي عن الورشات التوعوية حكيتي عن الاستشارات الخاصة هل هناك مثلا بتحس الإقبال وين يعني هل هناك كتير فيه إقبال على الورشات التوعوية اللي عم تسير الجلسات التوعوية لحتى يعرفوا أكتر على المدرسة الأنتونية يس يعني إحنا الحمد لله لما يجوا ناس حابين يستفسروا بالجلسات التعريفية الورشات التعريفية يعني الحمد لله ما في خلينا نحكي بـ 78% إحنا بكون حدا خلاص بيطلعوا هو راضي إنه مقتنع بالإحنا الإشياء اللي عم منقدمها مشان هيك جد بنصح كل حدا حتى لو يعني It's for free at the end of the day تعالوا شوف الورشات التعريفية لأنه جد إحنا نعطي كثير كثير منعطي وإحنا من الناس اللي جد بنقدم وأهمنا إنه نطلعب نتيجة دائما فياست الورشات التعريفية إلها نتيجة لأنه إحنا أراد نقدم نتيجة جدا يعني جميلة نعم يعني وشكرا جزيلا لوجودكم معنا وكل جهودكم أيضا في المدرسة الأنتونية أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيك شكرا لإنك شكرا لإنك